شارك وزير الموارد المائية والرأي هاني سويلم في جلسة الشركات المطلوبة لدفع أجندة المياه العالمية ضمن فعليات الأسبوع العالمي للمياه بالعاصمة السويدية ستوكولم وفي كلمتي أشار سويلم لما قامت به مصر من إجراءات للتحسين إدارة المياه على المستوى الوطني من خلال تحديث استراتيجية الموارد المائية حتى عام 2050 بإدباج مؤشرات التكايف والتخفيف من التغيرات المناخية ودمج المناخ في سياسات الدولة والمشروعات المائية شكرا